لكن عودا هو حذركم قلت ان المراحل تعتد الصلاة الى ان مات النبي صلى الله عليه وسلم اه تطور عجيب نعم سبحان الله العظيم والهنا تاني معلش المراحل فرض الصلاة نعم مراحل عجيبة جدا صلاة الفريضة انا مش بتكلم على صلاة النفل بكلم على صلاة الفريضة المرحلة الاولى فرض الصلاة ممكن الناس كتير تبقى مشو احدى بالها منها اللي التقطها الامام الشافعي نعم رحمه الله اول مرحلة فرض الصلاة كان قيم الليل لم تفرض صلاة خمس فرود او فرضين لم تيفرض في البداية اول حاجة فرض قيم الليل فضلت سنة كاملة كما يقول العلماء زي صلاة التراوح والتهاجد في رمضان نعم سنة كاملة الصحابة بيصلوا يعني السنة كلها رمضان في اولهم ليه عشان البداية القوية زي بداية اي نهر كده شلال هادر البداية القوية دول ائمة الهدى في الارض فدول لازم يتبنوا بناء عارف انت الخرصانة المسلحة لازم اللبشة تتصب صح فدي كانت المرحلة الاولى واللي بتعلمنا البداية القوية المدى دي كانت مددها خيام الليل لمدد سنة لمدد سنة نعم على اختلافات بقى عائشة رضي الله عنه تقول ثمان شهور بعض العلماء قالوا لمدد سنتين انما هو يعني ارجح الاقوال انها كانت لمدد سنة المرحلة التانية فضلت تسع سنين من اول تاني سنة في المرحلة السرية لحد عمل حزن وما كانش فيه غير فارطين ركعتين بالنهار وركعتين بالليل فقط نعم فقط كان ركعتين بالنهار والصحابة كانوا بيصلوا عزيز الصلاة لانه كانش فيه مسجد نعم فكان ممكن يصلواه في الجبال وكان المشركين ممكن مرة النبي ارسل سعد بن نبي القاس عليه السلام يصل لمجموع من الصحابة فاكتشفهم المشركين وقامت معركة بينهم في شعب من شعب الجبال بساء الصلاة كانت يعني كفاح عشان يعني اللي بيترك الصلاة الوقتي هو مش عارف الصحابة كفحوا قد ايه عشان كل سده يعني على قد سجداتك على قد درجاتك نعم ومن ضيع الصلاة دا يعهو الله ولعاذه بالله فالمرحلة تانية فضل التسع سنين اللي هي ركعتين نعم بس كده تمام بعد كده في عام الحزن لما النبي عليه السلام وصل للوصف اللي صورة الإسراء وصفته صورة الإسراء من صورة عام الحزن اللي وصفته وإن كانوا ليفتنونك وإن كانوا ليستفزونك النبي عليه السلام بعد موت أبو طالب لقد كدت تركا ما عادش فيه سند عايز ركني تركا عليه عايز سند ما عادش فيه سند وبعد موت خديجة ما عادش فيه وزير فالوزير دا اللي انت بتحدد معه خط السير والاتجاه وإن كانوا ليستفزونك فالنبي عليه السلام حصل أزمة رهيبة بعد موت خديجة أبو طالب نعم انت عارف أحيانا فيه لحظة لازم لازم تخرج برة الترك فيه شوية دي اللحظة لربنا خرج عند ابن العرض فيه دي اللحظة عشان كده دي أواخر آيات نزلت قبل الإسراء والمعرج أمال أول آية نزلت بعد المعرج كما قال المفسرين والعلماء والألوس وغيره من المفسرين أول آية اللي قال اللي بعدهم على طول أقم الصلاة لدلوك الشمس اللي هو دوره العصر إلى غسق الليل دوره العصر والمغرب إلى غسق الليل اللي هو العيشة وقرآن الفجل اللي هو الفجل اللي هو الفروض الخمسة دي أول آية نزلت بالليل لما النبي على السلام نزلها من السماء فنزلت هذه الآية فالمفروض أن سيدنا جبريل كان نزل لنبي إمتى كان نزل له الفجر وربنا قال له الفروض الخمسة خلاص فردت والنبي نزل بالفروض الخمسة ولكن كانت لسه كلها ركعتين 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 معنا المغرب ثلاث ركعت فكان العلماء تكلموا في هذا الموضوع كتير جدا لماذا جبريل منزلتش الفجر قالوا أراد الله أن يكون أول صلاة صلى في الإسلام عشان كله علماء بيسموها الأولى كما يقول فتح الباري في ابن حجر فتح الباري سموه صلاة الظهر الأولى قالوا اللي اكتشف النقطة دي أنا دورت في تفاصيل كتير جدا هو ليه ربنا أراد أن البلاد تبقى صلاة الظهر من صلاة الفجر لقيت الألوس هو الألم في الروح المعاني قال لأن كلمة الظهر أي الظهور والنصر والانتصار فأراد الله أن تكون بداية الصلاة مرتبطة بمعنى الظهور والانتصار كأنها بشرة من الله عارفوا أقيموا الصلاة وبشر المؤمنين في صلاة يبقى فيه بشرة وفيه فتح من الله وفيه ما يصرك في الدنيا وفي الدين وفي الآخرة فنزل النبي عليه الصلاة والسلام سيدنا جبرين نزلوا الظهر علموا صلاة الظهر والعصر والمغرب والعيشة والفجر وكانت أول صلاة صليات في الإسلام هي الثهر عشان كده ربنا قال في الآية أقوم الصلاة لدلوك الشمس بداية الدلوك اللي هي الظهر وجاب الفجر في الآخر لأنه خامس فريضة صليت في الإسلام فده كانت المرحلة الثالثة اللي هي فرض الصلاة ليلة المعرج وفضلت المرحلة دي حوالي أربع سنين وكانت القبلة إلى بيت المقدس يعني زي قبلة اليهود إلى بيت المقدس فده لحد ما النبي هاجر النبي عليه السلام طبعا جات بيعة العقبة عليه الصلاة بيعت الرجال كانت في موسم الحج يعني في زول حجة فالنبي عليه الصلاة السلام هاجر هو الصحابة بدأوا يهاجروا معقول شهر الله المحرم وفضلوا يهاجروا محرم وصفر النبي عليه الصلاة والسلام يؤذن له في الهجرة إلا في ربع أول فالنبي عليه الصلاة والسلام وصل في ربع أول بعد وصول النبي في الهجرة باربعين يوم أنزل الله إتمام الفروض الخمسة 17 رجعة رجعة وفضلة صلاة الصفر 11 رجعة لها القصر وفضلة صلاة الحضر هي 17 رجعة الى أن مات النبي عليه الصلاة والسلام يبقى الصلاة مرت بخمس مراحل فريضة الصلاة المرحلة الأولى قيم الليل لمدة سنة المرحلة الثانية ركعتين بالنهار وركعتين بالليل كما قال الامام بروهيم الحربي في فتح البدي المرحلة اللي هي الخمس فرود بتاعت ليلة الاسراء و المعرج ولكن على مستوى القصر المرحلة الرابعة اللي هي في راباع اخر سنة واحد هجريا اللي هي اتمت السبعتاشر ركعة المرحلة الرابعة المرحلة الخمسة الي هي تغيير الابلة نعم تغيير الابلة بقا اليها بقت القبلة الى الكعبة و ايه وفضلت خلاص هزي الصلاة الى ان توفى الله النبي صلى الله ترجمة نانسي قنقر